السلام عليكم سأل المرسالة الى النياب العامة على النزيل طالح في سجن جو في مملكة الضحرين محكم عليه بالعدام من منطقة الحد وقال اني مضرب عن الطعام بسبب سوء الأوضاع في السجن من عام 2017 الى اليوم وتم تركيب حواجز أقابية في الزيارات وتم تقليص الزيارة كل شهرين زيارة واحدة ولمدة نص ساعة فهد وهذا يعني الجحاف وانتهاز لحقوق الإنسان وهذه معاناة نعاني منها جميع المزالة وهم لها اللي يعانون منها وعيالهم واللي يزورونهم هم يعانون من هذه المشكلة وانتمنى أنكم مساعدتنا في الحصول على هذه المطالبة الإنسانية